من موسكو الصحفي والبحث في جماعة الصداقة بين شعوب ديمتري بريجا سيد ديمتري أهلا بك يعني بعد انتهاء الساعات الـ 36 الصاخبة التي شهدت هذا التمرد المسلح من قبل جماعة فاغنر أو مجموعة فاغنر هل من الممكن القول أن هناك مستفيد مما حدث ومن يكون برأيك لا أعتقد بأن هناك من استفاد من الأزمة وليس من فقط الدولة الغربية التي برأت وسائل الإعلام الغربية تتحدث عنها هناك خلل ومشاكل فيها الداخل الروسي بأن النظام السياسي في روسيا هو هش وضعيف هذه أيضا من دعايات البروباقاندا الغربية والهدف منها برأس ضعف دور الروسي أو السياسة الروسية الداخلية وبذلك أيضا إضعاف السياسة الخارجية الروسية أو دور الروسي في العالم يبدو بأن بكل تأكيد التحولات التي تشهدها روسيا وما حدث من تمرد لقوات فاغنر سوف يأثر على الداخل الروسي لا لنسب بأن هنا عدد قوة تحاول أن تبرز دورها في ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هناك قومين الروس هناك الساريين وأيضا قوة هي جزء من المنظومة السياسية الحاكمة في روسيا فيبدو بأن بكل تأكيد ذهابي في خطوة لنحو تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية وبعدها حتى ضد الرئيس الروس فلاديمير بوتين هي خطوة تصعيدية خطوة جديدة لم تحدث في السابق في روسيا في روسيا ما بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي فهذه الخطوات يعني بأن قد تشهد روسيا تحولات جديدة لم تحدث في السابق وتحولات تعني بأن يمكن أن تكون تغييرات حتى السياسية في الداخل الروسي من تغيير للقادة العسكريين أو تغيير في المنظومة السياسية في الداخل الروسي وهذا ربما محل تساؤل الرئيسي اليوم شكل التغيير الذي يمكن أن يلحق بالمؤسسة العسكرية خصوصا مع عدد من الاتهامات التي طالت بعض القيادات أو الشخصيات المسؤولة في القوات المسلحة أو في الجيش الروسي بأنهم غضوا الطرف عن تقدم قوات بريغوجين أو ربما سهلوا له الطريق أو فتحوا له الطريق أو تغاضوا عن تحركاته كل هذه الأمور ربما ستدفع بوتين لتغيير هذه المؤسسة هل سيتم الإطاحة بشخصيات كبيرة برأيك؟ لا أعتقد بأنه سيتم إطاحة بشخصيات كبيرة في الوقت الحالي ولكن نحن على عطاب انتخابات رئيسية في روسيا هل سوف يدعب الرئيس الروسي بانتخابات رئيسية؟ هل سوف يقرر مجلس الدومة الروسي والسياسيين الروس بأنه سوف يكون هناك انتخابات؟ هذا أيضا من الصعب القول لأنه نحن نشهد حالة جديدة إذا أصبح حالة الحرب أو هناك وضع في الداخل الروسي ستحول إلى حالة حرب فسوف يتم إلغاء الانتخابات الرئيسية العام القادم لا ننسى بأن رئيس الروسي فريديمير بوتين يستعد لهذه الانتخابات وهنا أيضا في شهر سمتمبر من هذا العام هناك انتخابات محلية وانتخابات في العاصمة الروسية موسكو وفي مدن مختلفة فبكل تأكيد هذا الشيء يمكن أن أثر على الانتخابات يمكن أن أثر على الحزب الحاكم ولكن لا يمكن القول بأن بوتين سوف يذهب بخطوة نحو تغيير وزير الدفاع وتغيير الشخصيات القيادية في القيادة العسكرية الروسية في الوضع الحالي نعم تم تغيير بعض القادة في السابق ولكن لا أعتقد بأن سوف يذهب بهذه الخطوة في الوقت الحالي لأن هذا الشيء سوف يساعد يفجيني بريغوجين فيما تحدث عنه سوف يبرز ضعف الرئيس الروسي فريديمير بوتين سوف يبرز ضعف روسيا لا أعتقد بأن بوتين يريد أن يعطي صورة خارجية عن ضعف روسيا فأعتقد بأن في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن تحولات كبيرة في القيادة العسكرية الروسية ولكن ما بعد الانتخابات الرئاسية والتحولات التي قد تشهدها روسيا بعد الانتخابات المحلية في شهر سبتمبر وفي شهر مارس العام القادم الانتخابات الرئاسية يمكن القول بأن يمكن أن نرى تغييرات معينة يمكن أن نرى تغييرات في المنظومة السياسية وتحولات قد تشهدها روسيا ولكن ليس من السأل القول بأن سوف يتم تغيير بشكل كامل الشخصيات السياسية وشخصيات في القيادة العسكرية الروسية لأن بوتين دائما يعتمد على شخصيات يستطيع أن يثق بهم حتى الشخصيات الموجودة الآن في نظام السياسي في روسيا وصلت من التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعض الشخصيات موجودة في نظام السياسي حتى الآن من حقبة بوريس يلسن في التسعينات وهي كانت شخصيات ضمن نظام منظومة السياسية تابع لي بوريس يلسن هل سيكون ثم التحديات من وجهة نظرك في مسألة ما أعلنت عنه وزارة الدفاع وأعلن عنه الكريملي من أنه المقاتلين في مجموعة أو في جماعة فاغنر الذين لم يتورطوا في أعمال ضد الجيش وضد الدولة الروسية سيتم توقيع عقود معهم مع وزارة الدفاع وبالتالي ما يمكن أن نتصور أنه سيتم دمجهم في القوات المسلحة الروسية هل سيكون ثم التحديات خصوصا فيما يتعلق بفكرة الولاءات وقدرة الجيش على تحويل ولاء هذه الجماعة من الولاء إلى بريغوجين أو الولاء إلى قيم مادية إلى الولاء لمؤسسة عسكرية هل سيتم الأمر بسهولة بقول تأكيد يبدو بأن بوتين سوف يجبر قوات فاغنر توقيع اتفاقية مع القوات المسلحة الروسية لا يوجد حل آخر سوى توقيع اتفاقية مع القوات المسلحة الروسية وبذلك يتم ضم ما تبقى من جنود فاغنر إلى القوات المسلحة الروسية لأنه يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تظهر القوات المسلحة الروسية بهيبة جديدة وجيدة ودو كفاءة حتى في عاصمة روسية موسكو في المدن المختلفة هناك دعاية للقوات المسلحة الروسية تم نشره في وسائل إعلام في مناطق مختلفة فالآن الهدف الأساسي من دمج قوات فاغنر في القوات المسلحة الروسية هو تعزيز قدرات القوات المسلحة الروسية لأن قوات فاغنر تعرف في قتال الشوارع تعرف كيف تستعمل استراتيجيات مختلفة يعني هم الجنود الذين سيطروا على مدينة سوليدار وباخمود فبكل تأكيد جنود قوات فاغنر لديهم خبرة وتجربة كبيرة في قتال الشوارع إن كان في السابق عندما جزء من الجنود الذين قاتلوا في سوريا أو السجناء السابقين الذين وصلوا حديثا وضموا إلى قوات فاغنر شكرا جزيلا لك ضيفنا من موسكو الصحفي والباحث في جامعة الصداقة بين شعوب ديمتري بريجا